حقيقة أنت تحدثت عن انتصارات القوى المشتركة طبعاً هذه تحتبر من أهم التقدمات بتحريز قوات الشعب المسلحة والقوى المشتركة الآن الانتصارات يا أخي محمد بتتحقق في محور ولاية الخرطوم وبتتحقق في محور ولاية شمال دارفور ودهل سياسياً وسكانياً واستراتيجياً أهم محورين في الصراع ده الآن ده مش معناته محور الأبيض ولا محور الجزيرة ولا محور كده لكن الآن نديل مرتبطات مباشرة بأهداف سياسية السيطرة على ولاية الخرطوم عندها دلالة سياسية انتصار القوات في محور الفاشر عندها دلالة سياسية كبيرة جداً انتصارات الفاشر مهمة ليه؟ مهمة لأنه نحن كنا في الفترة الماضية تذكر الأسبوع الماضي لما جئنا تكلمنا عن دحر القوات بتاعة المتمردين عن الفاشر قلنا نحن بنتمنى أنه نسمع في الأيام القادمة حركة الجيش وحركة القوى المشتركة خارج مدينة الفاشر الآن الناس اللي بعرفوا الجغرافية بتاعة الفاشر كويس بعرفوا الجغرافية بتاعة دارفور كويس بعرفوا أنه تلاتة متحركات دي كلها تلاتة متحركات خارج مدينة الفاشر انت بتتكلم عن شمال الفاشر انت بتتكلم عن شمال شرق الفاشر انت بتتكلم عن متحركات دي كلها بالمناسبة جاية من خارج الفاشر يعني نقطة حركتها خارج الفاشر وبرضو واضح التاكتيك الاستخباراتي بتاع حركة هذه القوات جزء كبير منها تحرق عبر الصحراء وجزء منه بيستهدف المحيط بتاع الفاشر اللي هو دي إذا المتحرك شمال الفاشر والمتحرك شمال شرق الفاشر حققوا انتصارات انت بتتكلم بعدين عن انه القوة المشتركة الموجودة داخل الفاشر نفسها هتبقى هي قوة بتاعة هجوم لتحرير مجمل شمال دارفور مجملا ثم بعد ذلك الحركة نحو البقية ولايات دارفور ونحن برضو في حلقة من الحلقات قلنا الانتصارات داخل الفاشر عندها دلالة بتاعتنا بتشير لانه الانتصار في الفاشر يعني تحرير مجمل ولايات دارفور انت الان بتتكلم عن انه القوة دي وجهتها ما بعيدة من الجنين تتكلم عن غرب غرب دارفور هناك قطع تقريبا لطريق زالينجي الجنينة لانه زي ما قلتاك القوة دي ميزتها انها يتحركت تحت غطاء استخباراتي وتمت يعني ما تعرضت وما تعرفت الا بعد ما هي بدأت تشتبك وتنتصر وتحقق انتصارات وتتقدم وده طبعا غير انه بيخفف الحصار بنسبة 60-70% على المدينة الفاشر نفسها لكن برضو بيدي لاشارات انه انت في طريقك لانك تتحرر مجمل دارفور خاصة انه تم تزديد ضربات موجعة جدا لمخازن بتاع التشوين في كتب تبع التمرد وده كان مخازن ضخمة جدا وكان الناس شافوا المقاطع بتاعتها التاسي الان بنتتكلم برضو عن بيرمزة ده برضو واحدة من النقاط الاستراتيجية اللي تلاقوا فيها متحركين من المتحركات اللي تحركت عبر الصحراء وانا افتكر انه الناس غاد يكون الناس الان متبهين لانتصارات الجيش في الخرطوم وفي بحري لكن لانه دارفور دي كادت انها تصبح يعني هي نقطة الانطلاق الاساسية للمتمردين ونقطة التشوين الاساسية من الخارج يعني بيتم امداد عبر مرتزقة من افريقيا الوسطى من تشاد من غيره من غيره بيتم اجلاء الجرحة بتاعنهم الى الحدود التشادية السودانية لما الجيش والقوات المشتركة يسيطروا على الاقليم ده على دارفور انت معنات بتكون بالضبط بالضبط يعني بيقيت الروح بتاعة التمرد بين يدك في يدك روح التمرد اللي تبقى فيه بتبقى في يدك بالتالي انتصارات دارفور والحركة بتاعة المحاور في شمال الفاشر وشمال شرق الفاشر تكاد تكون ذات اهمية استراتيجية وهمية قتالية في الحقيقة اهمية قتالية قد تكون اهمية الانتصارات في الخرطوم اهمية سياسية لكن دي اهمية قتالية لانها لانك انت بتسحب الميدان القتالي والميزة القتالية من قوات التمرد مجملة لانها تتمرد دي لما تتحر من الخرطوم حتمشي وين حتمشي الفاشر حتى تجمع انفاس انت الان بتحول لها الفاشر الى جهيم حتمشي وين بيبقى عندها خيار واحدة انها انت موت انها تستسلم دي القيمة بتاعة انتصارات الجيش والقوات المشتركة في منطقة ولاد شمال دارفور اشتركوا في القناة